في الف وتسعمائة وسبعة اربعين اوسط هيئة الامم المتحدة بتقسيم فلسطين بتقسيم فلسطين كم يعني لكم يقسموها لمن قسموها بين اليهود وبين العرب بين اليهود وبين العرب اوسط بتقسيم فلسطين الى دولتين دولة يهودية ودولة للعرب وشوفوا التقسيم كيف دولة يهودية على اساس الدين ودولة للعرب على اساس القنس الارق ولازم فكروا في هذه القضية لماذا هذا التقسيم له مغزاة العرب يعني يبعد المسلمين بينما اولئك كل من هو يهودي لهم الحق على ان تكون مساحة الدولة اليهودية اربعة وخمسين في المائة من مساحة فلسطين التاريخية يُعطى اليهود لإقامة دولتهم في فلسطين مساحة تشكل اربع وخمسين في المائة من مساحة فلسطين يعني اكثر من اكثر من نصر وهؤلاء مغتصبون لا حق لهم بينما تكون الدولة العربية على مساحة اربعة واربعين في المائة من مساحة فلسطين شوف الفارق بين الاثنين الدولة اليهودية اربعة وخمسين الدولة العربية كم اربعة واربعين في المائة اقل من النصر وذلك اكثر من النصر يمكن الواحد واحد الآن يسأل سائل طيب يقول لو جمعنا اربعة وخمسين زائد اربعة واربعين تبقى شيء من مساحة فلسطين لان لما نقول يعني لازم يكون مية في المائة متبقى 2% من مساحة فلسطين اين اين يكون قالوا هذه الآتي هذه المساحة تتألف من القدس والمناطق المحيطة بها وبيت لحم اللي تمثل ناحية الدينية عند النصار بيت لحم زائد القدس ما يحيط بها هذه تدول هذه تكون تحت هيئة الامم الامم المتحدة خلاص هذه مناطق تسمى مناطق دولية مناطق دول كأنه ميراث أبوهم يوزعه ما هذا الكلام ولما تضع المؤسسة الدولية دهاء على شيء المؤسسة الدولية أصلا أدا في يد القوى الاستعمارية الصليبية الكبرى خلصة قضية كما هو حاصل الآن هذه النتيجة هذا كم عارد سنة 1900 طبعا العرب رفضوا العرب رفضوا أكيد الصهائن يوافقوا كما يوافقوا بعد فرفضوا العرب ويظلوا مع المقاومة وإلى آخر في مقاومات كثيرة طبعا الآن فلسطين مع هذا التقسيم هي تحت الانتداب البريطاني أليس كذلك بلى شؤونها إدارتها وكل شيء تحت الحاكم البريطاني والحاكم البريطاني مقره في القدس ومؤسساته كلها مقرها في القدس الأراضي التي أعطيت العرب لقيام دولتهم بناء على توصية هيئة الأمم المتحدة سنة 1947 يقولنا يعطي العرب مساحة 44% هذه 44% تشمل مساحة الضفة الغربية وغزة تشمل مساحة الضفة الغربية وغزة لأن القدس خلاص دوليا دولا دولا والباقي ليه الصهائنة الآن وقيم الكيان وإعلن القيان قامت الكيان للقيط على الأراضي الممنوحة له من قبل هيئة الممتحدة مساحة تساوكم أربعة وخمسين بمعنى أنهم لأن لم لم تكن يدهم على الضفة ولا على غزة ولا على القدس ما محتلين خلاص هذه خارقة عن يد الصهائنا الآن لما أنشئ القيان سنة 1948 في الف وتسعمية وخمسين بعد سنتين يعني تمت اتفاقية سرية تسمى اتفاقية العوجة وهذه العوجة منطقة في فلسطين بين الصهائنة وبين الحاكم العسكري المصري على غزة لأنه كانت غزة إداريا تتبع مصر والضفة تتبع الأردن لأن العرب الفلسطينيين رفضوا تقسيم فقالوا خلاص الآن إداريا تتبع الضفة الأردن غزة تتبع مصر مصر سويت لحاكم يجيرها شوونها جنرال حتى جنرال القيش هذا اسمهم محمود الرياض فيما بعد عين أمينا للجامعة العربية ليكافى هذا الرجل عمل اتفاقية سرية مع الصهائنة مع اليهود في منطقة العوجة وسمية اتفاقية العوجة وهي اتفاقية سرية حتى فلسطين ما على علم بها حتى أهل غزة بموجبها منح اليهود من مساحة غزة ميتين كيلو متر مربع كانت أيامها قبل هذه قبل اتفاقية العوجة مساحة في الغزة اللي نسمع نعرف نسمع عنها الآن مساحتها خمسمية وخمسة وستين كيلو متر مربع الآن غزة مساحتها ثلاثمية وخمسة وستين كيلو متر مربع أين ذهبت المئتان محمود الرياض أعطاها اليهود لو كان مما لأبوه ما يسوي طبعا مهما أعطيه على اي حال سرية واشترط اليهود أن يأخذ توثق هذه الاتفاقية في مجلس الأمم في المجلس الدولي ولا يسمع مجلس الأمن الدولي ووثقت حتى تشرع عنه هذه الميتان كيلو متر الآن بقيت الغزة ثلاثمية وخمسة وثلاثمية وخمسة وستين كيلو متر مربع ميتان كيلو متر مربع من الشمال للشرق إلى الجنوب هو ما يسمى الآن بغلاف بغلاف غزة غلاف غزة يعني أراضي من غزة وأخذت لكي تكون غلاف حاميا وحاجزا عن اليهود وعن العرب على أنها ملك لليهود يسوي مستوطنات ويسوي قواعد ويسوي كل شيء يعني أحاطوا بغزة من ثلاثة جهات من الشمال للشرق إلى الجنوب طبعاً الغرب غرب غزة يحيط بها إيش البحر المتوسط هذه مسألة أو ما يعرف الآن بغلاف غزة أرض من غزة وعطيت اليهود مساحتها ميتين كيلو متر وعطاها واحد من العرب على أي ساس توزع هكذا